نتأكد أن الإنس لا يحس بذلك الضرب الذي وقع عليه إذن إن رفض الخروج فيمكن أن يضرب على الأكتاف والأرداف والأطراف رجلين أو اليدين وعلى جانبي العنق ويمكن أن نستعمل إبرة بين أصابع اليدين أو أصابع الرجلين وعند ذلك يتألم الجن الذي يسكن في الجسم ولا يتألم الشخص العادي صاحب الجسم لا تتألم روحه لأنها غائبة تتألم روح ذلك الجن الذي يسكن ويخاطبك في تلك اللحظة نعم إذن هذا الضرب لا يمكن إلا إذا رأينا حالة المريض الجسمانية هل جسمه قوي يتحمل الضرب ويتحمل العقوبة أم لا يتحملها فإن كان لا يتحملها فهذا الموضوع موضوع الضرب يعني متروك نهائيا وكذلك مراعاة حضور الجن مع عدم حضوره حتى لا يقع الضرب على الإنس عوض أن يقع على الجن الساكن في الجسم فإن استمر رفضه في الخروج أو لم تكن الحالة من درجة ثلاثة المذكرة بأن كانت الدرجة الرابعة نقرأ عليه ما تيسر من القرآن كذلك بنية العقاب وبنية الشفاء ونستمر في القراءة ونلاحظ ردة الفعل فعل الجسم ما هو رد فعل الجسم نعم نستمر في قراءة الرقاء ما تيسر من القرآن من الحمد لله رب العالمين إلى قول عدو برب بالناس بنية الشفاء بنية الشفاء فإن استجاب فبهوى نعمة وإن لم يستجب فنستمر في قراءة القرآن عليه بنية الشفاء كذلك نأمره بالاغتسال بالماء المقرؤ فيه القرآن وشربه يغتسل الجسم كامل وشربه كذلك نأمره بدهن الجسم كله بزيت الزيتون زيت البلدية ومعها الفجل أو حشيشة الجن أو السداب فهذا بجريبة يضيق على الجن في الجسم